حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير بن حازمين حدثنا الحسن عن سع ساعة ابن معاوية عم الفرزق أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غيرها حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير قال سمعت الحسن قال ثنى صع ساعة ابن معاوية عم الفرزق قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ هذه الآية فذكر معناه حسنا عفان حدثنا جرير بن حازمين قال سمعت الحسن قال قدم عم الفرزق صع ساعة المدينة لما سمع من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبالي أن لا أسمع غير هذا شكرا